دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التبسم والحوار بلا جدال فيه التوسط في الأمور والاعتدال ديننا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبات للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين ومالك يوم الدين الذي لا فوز إلا في طاعته ولا عز إلا في التذلل لعظمته ولا غنى إلا في الافتقار لرحمته ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره ولا حياة إلا في رضاه ولا نعيم إلا في قربه ولا صلاح ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيده وحبه وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أعزائي المشاهدين طبطوا جميعا وطابت أوقاتكم بطاعة الله عز وجل وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج هذا ديننا وحلقة اليوم بعنوان الإسلام دين الرحمة نعم لابد أن نعلم أن الإسلام هو دين الرحمة والرحمة خلق عظيم وخلق أصيل من أخلاق الإسلام ورد ذكر الرحمة في القرآن العظيم 268 مرة يعني 268 مرة ورد لفظ الرحمة سواء بالإسم أو بالصفة أو بالفعل وينبغي علينا أن نعلم أن الرحمة خلق عظيم جليل ينبعث في قلب العباد أو في قلب العبد من شعور أو إحساس المرء بغيره أو بما يعانيه غيره من آلام وهمور فيبعث الله تبارك وتعالى في قلوب عباده الرحمة ليتراحموا فبالرحمة وبالرأفة وبالعطف فيما بينهم يتراحم الناس ويتقرب الناس بعضهم إلى بعض ويتودد الناس بعضهم إلى بعض ولما نقول أن الإسلام هو دين الرحمة فهو قول حقيقي وقول صحيح وقول به معنا به الحجة على ذلك فالإسلام هو دين الرحمة المولى تبارك وتعالى وهو الذي أوجب علينا الإيمان بالقرآن والإيمان بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات المولى أنه رحيم رحمن رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما المولى هو الرحمن الرب جل في عليائه رحيم رحمن قال عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء فالمولى هو الرحيم الرحمن وكذلك لما أنزل المولى تبارك وتعالى قرآنا على النبي ليهدي الناس به كان هذا القرآن هو رحمة من عند الله تبارك وتعالى هذا بصائر للناس وهدى ورحمة فالقرآن من عند الله رحمة وكذلك نبي الإسلام هو نبي الرحمة قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فالإسلام هو دين الرحمة ولفظ رحمة يدل على الرقة والعطف والرأفة والرحمة صفة من صفات الله عز وجل يكفي الرحمة شرفا وقدرا أنها صفة من صفات الله تبارك وتعالى وهي سمة من سمات عباد الله الصالحين وخلق من أخلاق الأنبياء والمرسلين والرحمة هي عنوان هذا الدين قال الله تبارك وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فض من حولك فتلك هي الرحمة التي جاءت بالقوم رحمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما رحم الناس والرحمة محلها القلب لا بد أن نعلم أنه لا بد أن تتواجد الرحمة في القلوب حتى يتراحم الناس حتى يتراحم الناس فيما بينهم الرحمة محلها القلب وهذا دليل من القرآن فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب أي لو كان قلبك قاسيا ولم تكن الرحمة في قلبك لن فضوا من حولك لما وجدوه منك من قسوة ومن غلظة فالرحمة محلها القلب وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما لي إن نزع الله الرحمة من قلوبكم إذن هذا معنى أن الرحمة محلها القلب وينبغي علينا أن نعلم أن الإسلام هو دين الرحمة والتراحم بين الخلق يعني نشر الرحمة بالتعاون وبالألفة وبالتقرب وبإزداء المعروف إلى الناس كذلك ينبغي علينا أن نعلم أن الله تبارك وتعالى هو أرحم هو الرحيم بعباده رحمته وسعت كل شيء ينادي المولى تبارك وتعالى عباده الذين أسرفوا لما نقول أن الإسلام هو دين الرحمة هو دين يرحم أمر الله فيه تبارك وتعالى بالناس أن يترحموا وكذلك بيّن أن رحمته واسعت كل شيء فالرحمة جاءت في القرآن في قوله ورحمتي واسعت كل شيء وكذلك يقول المولى تبارك وتعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة يعني سبقت رحمة الله تبارك وتعالى غضب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش فهذا هو دين الرحمة دين ينادي الله تبارك وتعالى فيه على عباده على جميع عباده قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم يغفر الله تبارك وتعالى لجميع عباده لكل عباده إذا ما أقبلوا على الله تبارك وتعالى إذا ما استجابوا لله تبارك وتعالى فمهما فعل العبد من ذنوب فإذا ما أقبل على الله تبارك وتعالى يقبله المولى تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فتلك رحمة الله بالعباد المولى تبارك وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهر ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل المولى وهو الغني عن العباد وهو القاهر فوق عباده يقول وينادي على ابن آدم يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغ الذنوبك عنانا السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة فهذا الذي ينبغي علينا أن نعلم أن الإسلام هو دين الرحمة وأمر الله فيه تبارك وتعالى بالرحمة وسنعلم الكثير عن رحمة الله بعباده ورحمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فهذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يدخل عليه الأقرع ابن حابس فيجد النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ولده يقبل الحسن بن علي إرضان الله عليهم جميعا فيقول الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا ما أقبل أحدا من الأبناء فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم معنى ذلك أن هذا أو تقبيل الأطفال ورحمة الأطفال هي رحمة من الله تبارك وتعالى لا يجعلها الله في القلب والرحمة يعني يؤصل المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه لا تأتي الرحمة إلا لمن رحمه ويقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدا من أولاده العلي بن أبي طالب الحسن أو الحسين فيراه أعربي فيقول أتقبلون الصبيان أتقبلون الصبيان إننا لا نقبل الصبيان فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أوأملكوا إن نزع الله الرحمة من قلوبكم من لا يرحم لا يرحم تمام فضل قالوا السلام عليكم ورحمة الله يا أبا محمد السلام عليكم ورحمة الله الله صالح بقول لك يا عم الشيخ أنا ليه ثلاثة إخوات بنات تمام ليه ثلاثة إخوات بنات وليه أخ تمام ثلاثة أخوات بنات وأخ تمام فضل ليه أخ فالأخويا ده يعني مش مش عادل كده يعني مش مش مستقيم تمام كل شوية مشاكل في الماء في الإسم ومعركات ولا معهزة بشرب مقدرات في الكلام لك مم ماشي فأنا جاريت وراء مرة واثنين وثلاثة وخلشت مم فجاء آخر مرة من في رمضان كده عمل مشكلة مع ناس يعني وتحبس فأنا قلت والله ما نجاري وراء ولا شايل في معني كده تمام فلنتك لؤمني بدون اللي تسابق وكي كده تمام ماشي فأنا مش عارف أعمل يا عم الشيخ طيب أجيبك عم تشوف عيالي يعني عم تبه العيالي ولا ارتبه له ولا ينصد وفي يوم من أي دين طيب تمام تمام سؤالك وصل نجيبك إن شاء الله شكرا يا أبا محمد طيب احنا يعني نأخذ بعض الأسئلة واحنا نتكلم بعد كده نجاوب إن شاء الله على ما يأتي من أسئلة تمام إذن النبي صلى الله عليه وسلم يؤصل من لا يرحم لا يرحم ويقول وما لئن نزعت الرحمة من قلوبكم إذن لابد أن نعلم أن الرحمة هي خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يؤصل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كثير ما يقال أن الإسلام أهمل المرأة أو لم يعطي المرأة حقها ولكن لما تعلم ما قدر المرأة في الإسلام وكيف أمر المولى تبارك وتعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة بالنساء ستدرك أن الإسلام بالفعل هو دين الرحمة دين أمر الله فيه بالرحمة لما يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم استوصوا اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله تلك وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة بأن يتقوا الله في النساء وكيف يتق الله المرأة في النساء بأن يعطي لزوجته حقها وكذلك يعطي لأخته حقها وكذلك يعطي لابنته حقها لما تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عال جاريتين من عال جاريتين أي من رزق بابنتين فأحسن إليهما فأحسن إليهما كنت أنا وهو كهاتين في الجنة وأشار بالسبابة والوسطى ده معنى إيه؟ معنى أنك إذا ما كانت عندك فأنت عندك كنز من الكنوز كنز عظيم يرزقك الله به تبارك وتعالى جوار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى ألا تعلم أن هذا من رفعة قدر النساء وقدر البنات وقدر النساء في دين الإسلام لما يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله من أحق الناس بصحبته فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أمك ثم قال قال ثم من؟ قال أمك قال ثم من؟ قال أمك قال ثم من؟ قال أبوك فهذا يؤصل أن المرأة يعني ليعلم أن أحق الناس بصحبته هي الأم فتلك الأم التي أمر الله بها تبارك وتعالى ببرها وكذلك أمر المولى النبي صلى الله عليه وسلم بالوصية بالنساء فاتقوا الله في النساء وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويخبرنا أن من يؤتيه الله تبارك وتعالى أو من يرزق ببعض البنات فيتودد إليهن ويحسن إليهن ويعاملهن بمحبة وبرحمة بماذا يرزق الله تبارك وتعالى جوار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة هل هذا هو يعني ده شيء أليل أن ترزق جوار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وتكون مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما تقدر تلك البنت التي عندك لما تربيها تربية صالحة لما تتودد إليها لما تعطف عليها فهذا هو قدر المرأة في الإسلام هي خير الصديق وخير صاحب المرأة الأم وكذلك البنت تقربك من جوارك في جوار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من بتلي بشيء من البنات فأحسن إليهن كنا له حجاباً من النار يوم القيانة عم محمد أهلا وسهلا اتفضل يا امو محمد عليكم السلام ورحمة اللحة تفضلي. يا انا. اه. اتفضلي اتفضلي. ما يخليك سلام عليكم. عليكم السلام. يا ربنا يخليك. اقولي بقى يا شخيك بس يا شخصة بس ربنا يخليك. انا ابني ابني انا سفي. ابني كوي سفي. واحنا اينا في كل حاجة. بس بيشتني وبيعدل. يعني كل حاجة بدي قاله. بس هو قالي لده تفضلي اعمل ايه. تمام. ماشي يا ام محمد. نجيبك ان شاء الله. شكرا يا ام محمد. نجيبك ان شاء الله. تمام. نقول بحمد الله. الاسلام هو الذي كرم المرأة واعطى لها حقها. فهو دين الرحمة. الرحمة بالاطفال. الرحمة بالنساء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نبت لي بشيء من البنات. فاحسن اليهن كنا له حجابا من النار يوم القيامة. وفي رواية كنا له سترا من النار يوم القيامة. اذا فهذا يجعلنا يؤصل لنا ويعلمنا بقدر المرأة في الاسلام. التودد اليها وكذلك الاحسان اليها يقربنا من من جوار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهي خير الصاحبة. وهي كذلك الحجاب من النار. اذا ما احسن المرء الى المرأة. كذلك لنعلم اخوة الاسلام. ان الرحمة هي الشيء الذي ينبغي ان يسعى اليه الناس. وان يتواصوا به. نقول لا خير في امة نزعت الرحمة من قلوبهم. لا يتخيل على الاطلاق قوم لا يتراحمون فيما بينهم. حتما ستكون الغلزة وستكون القسوة بينهم. والذي نقول والذي نذكر واعتبر هذا العنصر من اهم عناصر الحلقة. انه ينبغي على الناس ان يتراحموا فيما بينهم. كثير من الناس يشتكي مثلا يقول لك واحد يشتغل في شركة. والمدير مستقصده. يقول لك انا المدير دايما يعني زيني. اه او من هو يعني فيما بينهم. الموظفين مع بعضهم. فالواحد يعني يسمح كلام بالفعل يعني خطير جدا. كيف يعني يعني يتعايش الناس بهذه الحالة. ونحن امة الاسلام. امة الرحمة. امة اوصان الله بالرحمة فيما بيننا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم. وتراحمهم. وتعاطفهم. كمثل الجسد الواحد. اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمة. هذا الذي ينبغي عليه ان يكون الناس عليه. ان يكون حال المسلمين عليه. ان يتراحموا فيما بينهم. ان يفعلوا المعروفة الى بعضهم البعض. ان يتعاملوا بالمودة والرحمة فيما بينهم. ان ترحم الجيران. ان ترحم اخوانك. ان يتراحم الناس فيما بينهم. ففي ذلك فضل عظيم من الله تبارك وتعالى. الرحمة اخوة الاسلام. ينبغي علينا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول لنا خير الناس انفعهم. اي خير الناس الذي ينفع الناس. خير الناس انفعهم الى الناس. واحب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم. سرور تدخله على مسلم. يا اخي بقدر الامكان ادخل السرور على على الناس. خليك رحيم. تراحم في يعني ارحم الناس وتعامل بالرحمة. يعني حتى ربنا سبحانه وتعالى بيقول كتب ربكم. تفضل يا استاذ عابير. معنا. تفضل يا استاذ عابير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ عابير. الشيخ مالك? استاذ عابير. تفضل. ايو يا شيخ لاصلاتي بيت اسألك سؤال بس. ممكن تتكلم للام اللي هي بتورس الولاد والبنت لها. معلش غيري السؤال يا استاذ عابير. فقولك والدتي عايزة اتورس اخواتي الولاد وتحرم ان انا من مرور. طمام. فحضرتك لا اي حاجة كده على الهو. تمام. شكرا يا شيخ. نجيبك يا استاذ عابير. العاف. شكرا. شكرا جزيلا. اتصل تاني ولا كمان. شك تمام. اذا. على الناس ان يترحموا فيما بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس انفعهم. احبوا الاعمال الى الله سرور تدخيله على مسلم. تراحم. ارحم الناس يا اخي. وحاكم لقدر الامكان ان تدخل السرور على المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان تكشف عنه كربة. او تطرر عنه جوعا. او تقضي عنه دينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولئن امشي مع اخي المسلم في حاجة اليه. احبى الي من ان اعتكف في المسجد شهرا. اه يعني تلاقي للاسف الشديد. اه موظف قاعد. احد يدخل عليه بعمل يستطيع ان يخلصه في نصف ساعة. في خمس دقايق. اطلع حتى لنا وراء. اعمل لنا كذا. اعمل لنا كذا. الحد ما اليوم انتهي. ويتعلن بكرا ان شاء الله ونكمل بك. يا اخي لا تشق على الناس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم من ولي من امر امتي شيئا. فرفق بهم. فارفق به. انت في ارحم. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول. ومن لا يرحم. لا يرحم. هيأت عليك يوم انك تكون في امس الحاجة الى رحمة الله. اه قد تنام في يوم على فراش المرض. تريد رحمة الله. ادعو لي بالرحمة. ادعو ان ربنا يشفيني. يابد ان تعلم انك ان رحمت عبدا من عباد الله. سيرحمك الله تبارك وتعالى في ضائقة ستنزل بك. لانك رحمت عبدا من عباد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال. من لا يرحم. لا يرحم. ويقول صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الارض. ها. يرحمكم من في السماء الجزاء من جنس العمل. ارحم. اتفضل يا سيد محمد. سلام عليكم. سلام عليكم. اتفضل يا سيد محمد. عليكم السلام ورحم الله وبركاته. لأسوالين ما عشي بعده. ممكن. اتفضل يا سيد محمد واحد. اتفضل. اول سؤال حضرتك عام بديك في الرزق جامج قوي. بقى لفترة جامجة قاعد وفيش شغل ومصلي وديك في الرزق يعني مش عاوز اقول لك. تمام. ماشي. والسؤال التاني انا كنت بصيل الرحم وبناس يعني القرائب وهنا وهنا. وما حدش بيسأل. اه طرح لو قطعت. معلش السؤال التاني عيد. عيد السؤال التاني يا سيد محمد. السؤال التاني انا كنت بصيل الرحم لجماعة يعني خلصوني ولاد عمي وإخواتي وكذا. وما حدش شون بيسأل. هل طرح لو قطعتهم في فرمالية؟ تمام تمام. نجيبك يا سيد محمد. نجيبك يا سيد محمد. نجيبك انشاء الله. ماشي. طيب. يعني احنا نتكلم بس حاجة بسيطة. بعد نرجع ان شاء الله لإجابة الاسئلة. لان الاسئلة كده كترة. تمام. الرحمة يبقى نقول على الناس ان يترحموا فيما بينهم. عليك ان ترحم عباد الله حتى يرحمك الله عز وجل. حتى يرحمك الله. ستكون في يوم يوم في اشد الحاجة الى رحمة الله تبارك وتعالى. فتذكر اخ الاسلام انك ان رحمت عباد الله سيرحمك الله. فمن رفق رفق بعباد الله سيرفق الله به. وسينزل عليه الرحمة. ومن شق على عباد الله سيشكك الله عليه. كذلك علينا ان نعلم ان الرحمة هي التي او الشيء الذي امرنا المولى تبارك وتعالى ان نتواصى به فيما بيننا. يعني ربنا سبحانه وتعالى وليقول كتب ربكم على نفسه الرحمة. انا عايزك يوميا كده قبل ان تخرج من بيتك. قل انني سارحم عباد الله. لما ربنا هو الخالق جل في عليائه. الذي لا يسأل عما يفعل. المولى جل في عليائه. كتب على نفسه الرحمة. فمن باب اولى ان نكون رحمة فيما بيننا. من باب اولى ان نتراحم فيما بيننا. ونعاهد الله على ان نكون ورحمة. لانك اذا رحمت سترحم. سينزل له عليك الرحمة. وستكون من عباد الله المرحمين. اذا ما كنت من عباد الله الرحمة. عاهد نفسك ان تكون من عباد الله الرحمة. المولى تبارك وتعالى يقول ثم كان من الذين امنوا. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فهي اعظم الوصيات بين المسلمين. ان نتواصى فيما بيننا. باننا نرحم بعضين. ده يرحم داء الكبير. يرحم الصغير. الكبير يعتف على الصغير والصغير. والجميع يتراحمون فيما بينهم. هنجيب ان شاء الله على الاسئلة ثم نعود الى موضعنا. اه. لها ثلاث اخوة بنات. اه. لها ثلاث اخوة بنات. واخ عاصي. والرجل يعني بزل كل ما لديه من اجل اخيه هذا ومن اجل اخوته. ولكن اخوه مش اه. يعني اه. عاق شوية او يفعل المعاصي. وهو اه. يعني خلاص. عايزين نقولك يا استاذنا. بقدر الامكان اه. اصبر. اصبر ولا تترك اخوك. اه. اه. ان تركت اخوك فمن له. عليك ان تعلم ذلك. مع انت لما كلنا يفرد او يعامل ده بالمثل او كده. لا احنا نسا نقرر الرحمة. من اجل الرحمة. من اجل التراحم. عليك ان تعلم انك. اذا ما سندت هذا. تمام. تمام. ماشي. ان كنت في عون اخيك. سيكون. سيكون المولى تبارك وتعالى في عونك. فلا تترك اخاك ابدا. بل عليك ان بقدر ما تستطيع. بما لا يضرك. انك تكون بجواره. ولا تترك. فان كنت سببا في ان يغفر الله له. وان ترده بفضل الله. وبهداية الله. الى الخير. والى التوبة. فسيكون لك اجره ان شاء الله. وسيعينك المولى تبارك وتعالى. فالله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. فضلي. سلام عليكم. اتصال. شكرا. تمام. 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 السؤال. طيب. هذا الذي ابن يعق امه. عليك ان تعلم انك على خطر عظيم. وخطر كبير. وعليك ان تتوب الى الله عز وجل. ولن تجد. اقول لك. لن تجد الراحة. ولا الطمأنينة. ولن تجد الخير في الدنيا. ولا في الاخرة. ان كنت عاقا بامك. فاقبل على الله. والله الذي لا اله الاه. لا سبيل الى الخير في الدنيا. ولا الاخرة. طالما ان المرأة يعق امه. او يعق اباه. لانك مأمور من الله تبارك وتعالى. وقضى ربكما ان لا تعبدوا الا اياه. وبالوالدين احسانا. وبالوالد. هذا امر الله تبارك وتعالى. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما. فلا تقل لهم اف ولا تنهرهما. المولى تبارك وتعالى ينهى العبد ان يقول لوالديه اف وهي اقل ما يقال من التضجر او الاؤل او الغضب اف ولا تنهرهما. والوصية بماذا؟ وقل لهم قولا كريما. احنا لما نقول لربنا سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق والذي والذي يرزق العبادة والذي يؤسر للناس امورهم. هذا امر بذلك. فلنعلم انه عكس ذلك معصية لله عز وجل. والمعصية تجلب صخط الله وتجلب غضب الله. وهذا الذي اصلته اقول انه لا خير لعبد في دنيا ولا في الاخرة. اذا ما كان عاقا لامها او عاقا لوالديه. لان المولى تبارك وتعالى هو الذي امر بالبر وبالاحسان بالوالدين. وبان نقول لهم القول الكريم. تمام. ايه طائب. هلو? الله. عليكم السلام ورحمة الله. يا يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. انا بالوقت قليلها دور قطمة بتجاوزهم اصلافت من وقت دور ستجاف بنتين. بالوقت هي معصيا بنتين ما عليش انت معاليش يبدأ عالي السؤال من الاول يا سهلا. انا كنت متجاوزة واحد وانفصلت منه. تمام. طولت. جاوز واحدة تانية جاب منها بنتين. فامهم احفظة بين ايال حزازية. وابنة جيجة علي عشان خطر اخواته. وانا والله براع اخواته البنات لانهم بنات وصغيرين. تمام تمام. بس امهم معاقية رغم ان انا متجاوزة بعيد عنهم. انت مازلت حضرتك مازلت على زمية الزوج الذي تزوج عليك ام تزوجت رجل معفر. اه? لا اتجاوزت رجل اخر هو توفر. تمام تمام. بس عام لحزة زيج بين ابني واخواتي. طيب نجيبك ان شاء الله. ماشي. اسمعيني من التلفزي. تمام. طيب. هذا الاب الذي يعق امه اقول انه لا خير لك. ولن تجد الخير الا في البر وفي التودد الى امك. لا اعلم كيف يعني كيف يعيش المرء وهو عاقل ولدي. والله الذي لا اله الا هو. يعني الام والوالدين لابد ان نقدم لهم كل انواع البر فلا خير في عبد يعق ابا او يعق امه. الاستاذ عبيري تسأل وتقول انها امها تريد ان تؤرس لبنتها وتحرمها من المراث. هذا يخالف شرع الله تبارك وتعالى. اياكم ان تقربوا في وصية الله. وفيما امر الله به تبارك وتعالى في المراث. لان هذا يعد افتراء. ويعد يعني ربنا سبحانه وتعالى بعد ان ذكر ايات قال تلك حدود الله. وما يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. نود ان نعلم. يعني ممكن انسان فعلا يكون زعلان شوية من ابن من ابناءه او هو لا يقابله بكل انواع البر. ولكن هذه حدود الله. ولو كان يجوز لك يجوز للابن العاق او جوز للرجل الذي له ابن او بنت عاق ان يفرق بينهم في المراث لا امر الله بذلك. المولى تبارك وتعالى الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبر. يعني اللي يعلم بحقيقة عباده ويعلم بكل خلقه. يعني لم يعلم كذلك انه سيكون من الابناء العاق وسيكون منهم العاصل والدي. ولكن لم يشرع المولى تبارك وتعالى على الاطلاق ان يحرم احد الاباء احد ابنائه او تحرم الام احد بناتها من المراث بحجة انها بعيدة عنها. يا اخي لابد ان نعلم. لابد ان نعلم ان المعروف وان الطاعة تقدم لله من اجل ان ذلك هو امر الله. مصيبة وقعت فيما يعني في الفهم عند الناس ان يقول لك ما هو عمل لي كذا تابعنا. مادام رضا. سلام عليكم. اتفضلي يا مادام رضا. اتفضلي يا مادام رضا. اتفضلي يا مادام رضا. ايه يا فضي شايف. تفضلي. ليه عند حديثك السؤال. انا انا اعدى في بيت عيلة واندي حماتي وسلفتي دايما يبتكدم عليها كلام وحش. مين حماتك؟ حمات وسلفت يعني أنا قاعدة بتعيلة حماتك وسلفتك تمام امم طبعا جوزي لما باجي مثلا احكي له على ما اكوف حصل بيقول اجيزة ويقول لي لأ انا ما بتقولش كده ومتعبلش كده تمام وبيتعبني ان انا ما بعملهاش كوي يعني انا ما بعملهاش انا يعني بتكنده خالص عشان ما سمعش حالة تقسين هي دايما بتقول الكلام موحش علي طيب احنا نجيبك ان شاء الله يا مدمر دا ان شاء الله بقى انا دلوقت علي زنبتنا لو معمل يعني اتكندتها ولا اعمل ايه سأجيبك ان شاء الله ثم اتنبت كلام موحش كوي تمام وصل السؤال ان شاء الله نجيبك ان شاء الله يبقى نقول المراس وصية الله وامر الله تبارك وتعالى والشيء الذي اوصل الله به ان لا يعني تلك حدود الله وما يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه فإياكم يعني ان يتلعب احد في شرع الله تبارك وتعالى وفي قسمة الله تبارك وتعالى فتلك قسمة الله التي ارتضاها لعباده فلا ينبغي ولا يجوز لأحد على اطلقه قبل ما تعمل الشيء وتبص على مثلا ان دا عمل فيك كذا او دا عصا يعني زعالك دا كذا اسأل الاول هيا يجوز لذلك لان التشريع نزل من اجل راحة الناس في الدنيا والاخرة من اجل ان نأخذ به فيرتاح الجميع في الدنيا والاخرة فهذا تلك يعني اذا ما اقبلت على ذلك هذا هو مال عندك اعطاه الله لك من الله عليك به انت لم تأتي بشيء من عندك انما هذا المال سواء كنت اخذته عن طريق المراس او حصلته بمجهود او بعمل الذي من انتنى الله عليك به الله تبارك وتعالى فلا يعني يتظن ان هذا انما هو اتيت على علم عندك بل هو من عند الله تبارك وتعالى فاوصل الله تبارك وتعالى وقسم الله المراس فالاعتداء او عدم ان تحرم احدا او تحرم احد من بناتك هذا يعد تعدي على حدود الله التي امر الله بها فننصح بان تفعلي ذلك وان تعلمي ان ذلك معصية لله ورسوله طيب استاذ محمد يعني يقول ان حالة يعني على فكرة يا استاذ محمد هذه الحالة قد تكون نزلت بالجميع في الايام الماضية ولكن نقول لك اعلم انك بخير طالما انك توحد الله تبارك وتعالى اعلم انك بخير طالما انك في نعمة الاسلام المولى تبارك وتعالى بيّن لنا ان افضل النعم واكمل نعمة هي نعمة الاسلام لما قال اليوم اكملت لكم دينكم واتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينة فاقبالك على الله تبارك وتعالى بل عليك بالصبر وقد يكون هذا الابتلاء هو خير لك ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى بيقول كلا ان الانسان لا يطغى الرآه استغنى قد يملك العبد المال فيبتلى به فيسلك معصية ما ولكن عليك ان تتعايش في طاعة الله تبارك وتعالى وان تسأل الله ان يرفع عنا وعنك البلاء وان يرزقها ويوسع عليك ان شاء الله عليك بالصبر وستجد الخير ان شاء الله طيب اه الاخت متزوجة واحد طيب هي بتقول ان يعني الام الاولاد بتنصع يعني بتفرق بين الاولاد وبتكون سبب في انهم الاولاد بيكرهوا بعض مع ان هي ما بتعملش كده خالص نقول للجميع نقول لكلايهن اتقين الله تبارك وتعالى وعلمنا ان الله تبارك وتعالى ساسألكنا انتم لابد عليكم ان تجدوا التراحم بين الاخوة لا تفرقوا بينهم بل عليكم ان تجمعوا بينهم لان الاخوة كلما ترابطوا كلما كانت هناك اخوة بينهم ونشأوا على ذلك ان شاء الله سينفع بعضهم بعضا ولكن ان تفرقوا بينهم وان تجعلوا الغلزة وان تجعلوا القسوة في قلوبهم من صغرهم هذا سيكون مدعاه ان يقطع بعضهم بعضا وان يقتل بعضهم بعضا وانتم المسؤولون عن ذلك امام الله تبارك وتعالى واحنا لسه بنقول الاسلام دين الرحمة يا سادة بالفعل الذي دفعني على هذا الموضوع اننا يعني وجدنا للأسف نزع يعني من الرحمة من قلوب الكثير من الناس اين الرحمة التي امر الله بها تبارك وتعالى تواصلوا بالصبر وتواصلوا بالمرحمة فيما بينكم واعلموا ان الله يرحم الرحمة من عباده الرحمة ورحمة الله تبارك وتعالى تتنزل بعباده الرحمة طب مدام رضا بتقول ان حماتها وسلفتها بيعملوها معاملة مش كويسة والكلام ده كله وطبعا زوجها بيزعل منها اذا ما هي قابلت ذلك باي شيء عندها نقول يا مدام رضا اولا لسه بنقول ربنا سبحانه وتعالى قال للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فض من حولك يا سلام لو اخذنا المنهج النبوي واخذنا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في ان نجلب محبة الناس ونتقرب الى الناس حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في تودهم وطرحهم اقول انه ينبغي على كليهما ان يغير هذه المعاملة الى الافضل بقدر الامكان حتى يعني اقول لك من الان يعني ابداي صفحة جديدة من الان قرق يعني قدمي اليها طعط الله فيها يعني انت بتطيع الله في المخلوقة يعني عايز اقول لك كان الامام الحسن البصري علم ان احد الناس قد اساء اليه وقال فيه كذا وكذا وكذا فارسل اليه طبقا من الطمر يعني قال له الولد فلان فرح قال له أخذ هذا أرسله إليك الإمام الحسن فقال وماذا هذا فذهب إليه قال علمت أنني قلت فيك كذا وكذا ثم ترسل أتستهزئ به قال لا ولكننا نحن لا نقابل من عصى الله فينا إلا بأن نطيع الله فيه هو عصى الله في الإمام الحسن ولكن ماذا فعل أرسل إليه طبقا من الطمر قال نحن لا نقابل من عصى الله فينا إلا بأن نطيع الله فيه وقد علمنا أنك قد أهديت إلينا حسناتك فقد كافأناك بما عندنا نعم هذا الذي ينبغي ضع مقياس في أن من عصى الله فيك أن تطيع الله من أجل الله عز وجل فقدمي لها شيئا منها ولو أقول لك افتحي صفحة جديدة بأنك تكوني تقدمي لها هدية أسبري احتملي قولي لزوجك يعني حاول تقرب بينا وأعودي معها وكوني لها كالأم وأنا أعلم بإذن الله ستكون لها كالابنة ستكون لك كالأم إن شاء الله وسينزع الله من بينكم الرحمة والغلظة التي هي يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ذلك قال دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء فإنها الحالقة لا أقول تحلق الشعب ولكن تحلق الدين الحسد والبغضاء اللي بيبقى في القلب بالفعل أنت طول ما انت في قلبك بغضاء من أحد ما بتعرفش اتنان حزين زعلان منه تسيء إليه حسناتك للونهار رايحة عليه ليه لأنك انت بتترفز بأشياء تغضب الله عز وجل عليه طب إحنا منطيع الله عز وجل ونتقرب إلى الله تبارك وتعالى ليتوب الله علينا نقول الإسلام دين الرحمة يا أخواننا الرحمة هي أعظم من وعطاء من الله تبارك وتعالى الدليل على ذلك إن ربنا سبحانه وتعالى جعلها ثواب الصابرين الذين يبتلوا بشيء في الدنيا فيصبروا عليه قال المولى تبارك وتعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وكذلك لكي نعلم قدر الرحمة المولى تبارك وتعالى لما أمر الأبناء أن يدعوا للأباء قال المولى تبارك وتعالى وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَ أُفٍ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَ جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا رَبِّ ارْحَمْهُمَا هذا الذي أمر الله تبارك وتعالى لما كانت الرحمة هي أفضل ما يطلب من الله تبارك وتعالى جعلها الله عز وجل هي دعاء الأبناء للأباء وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا وَكَذَلِكَ هِي دَعْوَةَ الْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ الْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ الذين امتنَّ الله عليهم بالعلم ماذا يقولون والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وهب لنا من لدنك رحمة من عندك رحمة أي إنك أنت الوهاب كذلك لنعلم إخوة الإسلام لدرجة الرحمة لأن لما نقول الإسلام دين الرحمة كل ما ذكرناه بالإضافة إلى أنه هل تعلم أن بيّن أو جاء في الإسلام الرحمة بالأعداء الرحمة بالأعداء النبي صلى الله عليه وسلم لما أوذي من قومه كان رحيما بهم رغم أنهم عادوه وأذوه يقال للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ادعوا على المشركين ادعوا عليهم يا رسول الله فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة هذا الذي ينبغي علينا أن نأخذه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم آذوه وضربوه وقتلوه وشج وجهه في غزوة أحد وعلى الرغم من ذلك لم يدعو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على قومه بل يقول إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة بل لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم من قومه الكثير من الأذى يقول لعائشة لقد لقيت من قومك ما لقيت لقيت الكثير حتى أنني كنت كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة قوم في دعوة يقول فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب وجاءه جبريل ومعه ملك الجبال فقال له ملك الجبال فقال له يا نبي الله ملك الجبال يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرني وأنا أطبق عليهم الأخشبين بعدما آذوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لا بل إني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا إنه الحبيب رحمة الله وهو الذي قال فيه المولى تبارك وتعالى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ كذلك لنعلم الإسلام دين الرحمة فلنتراحم إخوة الإسلام فيما بيننا فليرحموا المرء إخوانا فليرحموا المرء جيرانا فليرحموا فليتراحموا الناس فيما بينهم فليرحموا المرء وليتراحموا الناس وليرحموا المرء زملاءه في العمل وليرحموا كذلك كل من ولي من أمر الناس شيئا ارحم الناس وتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالرحمة لكي يرحمك الله عز وجل نقول أن الإسلام أيضا هو الذي أسس وهو الذي بدأ ما يسمى بالرفق بالحيوان الرفق بالحيوان هذه إنما هي أساسها في الإسلام لما بيّن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم انظر إلى أي مدى ينبغي على المسلم أن يكون رحيما بالعباد وبالناس وبعد ذلك بكل المخلوقات حتى بالحيوانات يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مرأة دخلت النار في هرة قطة جاءت مرأة بقطة فحبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حبست تلك المرأة الهرة أو القطة فكانت لها العقوبة من الله عز وجل أن كانت يعني كان حبس القطة وعدم إطعامها لو نقول لمن يمتلك حيوانا عليك أن تعلم أن لهذا عليك حق أن إن ما كنتش قادر توكله إن ما كنتش قادر تعوله أو تكفله فعليك أن تتركه فلا تعذبه لأنك إن عزبت ذلك المخلوق سيكون سبب في عذاب الله لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت امرأة النار في هرة لا حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض كذلك يبين لنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل رحم بغيا من بغايا بني إسرائيل بغي من بغايا يعني زانية من زوان بني إسرائيل تلك المرأة كانت تفعل الفاحشة وعلى الرغم من ذلك رحمها الله عز وجل وتاب عليها متى لما رحمت كلبا كان يلهث الصرى من العطش نزعت خفها وملأته وشرب هذا الكلب الذي كان زعطش شديد فماذا كانت الجائزة لها من الله تبارك وتعالى فغفر الله لها يعني غفر الله لها الذنوب والخطايا وكلما ارتكبت لما رحمت كلبا حيوان فهذا الذي نقوله ونؤصله للناس الإسلام دين الرحمة فلنتراحم إخوة الإسلام فيما بيننا فلنتراحم وليرحم الجميع فيما بينهم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الرحمة لابد أن تتواجد في القلوب أن تتواجد فيما بيننا إخوة الإسلام كذلك لنؤصل ولنعلم أنه كما قلنا إخوة الإسلام الرحمة هي دعوة الله عز وجل هي أمر الله تبارك وتعالى للناس بأن يتواصوا بها وهي الدعوة التي ينبغي علينا أن نكون بها وربنا تبارك وتعالى يقول وربكم الغفور ذو الرحمة هو غفور ذو رحمة وهو رحمن رحيم من صفات الله تبارك وتعالى أنه رحمن رحيم تمام إذن انتهى وقت حلقاتنا أو وقت حلقاتنا نقول إخوة الإسلام ترحموا فيما بينكم ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء تتواجد الرحمة لمن رحم الناس فلنترحم فيما بيننا ولنؤصل ولنعلم أن الإسلام هو دين الرحمة أقول قولي هذا وأستغفر الله لو لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة دين التبسوم والحوار بلا جدال فيه التوسط في الأمور والاعتدال دين السماحة والجمال